بالفازلين والأروز تحسليلي على بشرة بيضاء صافية حليب إذا لديك سيكات تخص محشمك وشي ساود وشي زروقية وحتى فلي بقتي أنتين فاليوم اختيغت بيدي وغتزياني بالفازلين والروز الروز من بين أحسن المكونات وأبسطها واليوم البنات سنشارك معكم الروز الرخيص اللي اختيغي بدرها ملو جدرام جيبي معند البقال حتى وإن كان ما عندكش في الدار ديالك والفازلين أنواع العادية والأنواع اللي هي رخيصة ومتنوى الجميع كل شيء اللي بنا سوف أختارها معكم اللغلة على مسكين الرخاء والرباخة كنا بنات الشعب وكل شي ديال الوصفات الطبيعية بأقل مجهود بأقل تكلفة وكذلك وصفات اللي هي مجربة ومضمونة مئة بالمئة نتمنى هذا الفيديو أعجبكم نتمنى هذا الفيديو أعجبكم نتمنى هذا الفيديو أعجبكم لأنه ديما ديما نقولها لكم ربما نتخلصوا عليهم فقط كإعجاب وكتشجيع منكم لها لكي نعرف هذا الفيديو أعجباتكم لكي نزيد نخدم عليها أكثر لكي نزيد نجرب أكثر وكي نبغتاجي معكم لنشارك معكم في القناة أكثر وأكثر فكما نقول نغزلة لا تنسون من لايكات اشتركوا في القناة وفعلوا زال جرس أول حاجة اللي بناس يحتاجونها ولكن قبل لا تنسون من الاشتراك لكم لأنه يوم ينزلوا فيديو زوينين اشتركوا مرحبا بكم فعلوا زال جرس وما تنسون من الدعوات وليكم منطقة ديلكم زوين بزفزف لكي يزيدوا حمسونا وشجعونا أكثر وأكثر فبالنسبة المقادر الوصفة كما قلنا سنحتاجون الفازلين الفازلين أنا من ديما كنشارك معكم هاد نوعية زوين 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 هذا ديال السعودية فيه صغير و الكبير صغير كدير 15 درهم الكبير كدير 30 درهم ما فيه تشينكا ما فيه تشريحة زوين وكيرتطب الأجول لا تتخفوش منه أتلاقوا في المحل التجارية المكياج وكذلك فمامشيت وكتلقوه بالنسبة لديه مكوين هاني الروز وهذا النوعية بالضبط هي أرخص نوعية تقدر تلقى عند البقال وعدمون لحانو تقول لي يعتقل منها كميات تبارك الله يعتقل منها كميات يمزيانة ومعقولة وقد ستقضك ان شاء الله كما قلنا كميات الروز المكونات البرانسيبال والرئيسية والأساسية هذا يجب أن نستخدم المكونات التانويه سوف نحتاج الماء الورد ماء الورد نستخدم ماء القلعة مقونا هذا الماء الزوين اذا لم تشاهدوا خذوه الورد يكون أفضل من طبيعة الحال بالنسبة لورد هذا الماء الورد تجميل حمير العين والحمود تجاعد هذا غزال على ضمن طيقه سوف نحتاج الماء الاحليب الحليب المجافف ندو كامل دسم هذا في الكالسيوم الحديد غزال هذا غزال في تبيض وفي توحيد لول البشرة سوف نحتاج الروز الفازلين الحليب باودر والماء الورد سوف نحتاج الشوفان و الخرطال لأنه ينفخ الوجاة والنحافة السوفان سوف نرغب وكذلك سوف يحمق ويقوم بإستخدام الشوفان ونزيد في الماء الورد حملية بها الوالدين والزوين ومضمونة 100% فقلنا الحليب باودر قلنا الشوفان والخرطال قلنا المادية الورد قلنا الفازلين وقلنا كذلك البنات الى الاروز باودر هذو كلهم مكونات زوينين قبل ما نخلطوا سنشارك معكم الفازلين العادي اللي هو رخيص بزاف هنتم البنات هذا الزرق بحلو بحل هذا بيو طبيعي ما فيه تشينكا ولكن هذو يدير خمسة درهم ست درهم مغربية هذا يدير ثلاثين درهم هذا شوية غليل انه ديال السعودية وماركة معروفة بزاف هذا عادي فازلين ديال المغرب عادي زوين غزال 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 غيه وكي بقى رخيص هكذا في متناول جامع وقرعة فيها ميد درهم هذي عقرعة مصغيرة ما كبيرة وتمدي لك يبقى شوية مرتفعة عكس هذول صراحة مجربة ومعدة مرات ونقول لكم عليهم غير صراحة زوينين بزاف وعلى ضمانتي لقيتهم غير خدهم زوينين حكين تاني فازلين عفوا هو هادا البنات زوين افكاس كي يحمق كي يهبل رائع جدا هاد الفازلين هادا وتاول قيتو غيخوضوه وفعال مئة بالمئة لانه زوينين يقولون يقولون لي في كامانتاغ واشغين اخذوه اخذي في عينك مغمضين دابا ندوزو هادا الفازلين هادا هادا الفازلين هادا شوفوا هادا الفازلين هادا اعرفوا نفس انه هادا لقيتوها في البرودوي وفي المنتوج لانه مجربوه منبجة انواعهم لقيت عنهم صراحة غير خير كل هم زوينين كل هم افكاس كل هم ناجحين مليار في المئة فبحال هادا بالفانيلا كي يحمقو كي يهبل هادا هادا غزال على ضمانتيته وغير خودوه هادا تستخدمون لتلحام التهويه زوين مزاف هادا كذلك هادا ربريتو لكم هادا البيو الزرق راني بريتو لكم بحاله هادا عادي جدا هادا بتفاح هذا المهم ينتج have تفاح مو birth غير منغباء المو الماء على بركة الله نزول الطريقة للتحضير اول حاجة هي الروس اخر حاجة هي الفازلي سوف نقوم معي خطوة بخطوة لتعرفوا لغسط و كيف تعمل ان شاء الله تفاصيل كاملة سوف نختجها معكم في هذا الفيديو سوف نقوم بالتعرف سوف نقوم بالتعرف وضع الماء ثانية 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 سوف نقوم بالتعرف بسم الله اشتركوا في القناة نضيف الحليب باودر نضيف كمية من الشوفان و الخرطال نضيف الحليب باودر نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف الحليب نضيف حليب أن تضيف الحليب نضيف الحليب اشتركوا في القناة اضفنا الشوفان اضفنا الروز اضفنا المورد اضفنا الحليب ثم اخر خطوة في الوصفة هي الفازلين ان شاء الله في الاخر الفيديو سوف نشارك معكم واحد القوماج شاركوا معنا القوماج اضفنا الوجيه لا نشاهدوه ان الابو اضفنا على راس والعين اضفنا 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 تحمق من بعد اخر حاجة كما قلنا هي معلقة الفازلين بسم الله انا سأقوم بعمل عادي يعني بزفة البنات يقول لي استخدمها الفازلين العادي على الرأس والعين حبيباتي هذا الشي اللي كد قولوا انتوما نجيبوا ليكم انتوما حبيباتي صافي هي الوصفة واجدة ما عليكم دابة إلا تطبيقها قبل ما نطبقها معكم سوف نطبقها معكم القوماج والوصفة القوماج السهل مهل بسيط وزوين ورخيص اول حاجة سكر سنيدة الخاشين ممكن تضيع الملحة سكر سنيدة سنحتاجوا كدلك الى باودر ديالاطفال اما جونسن اما ايا باودر ديالطلق يعني طلق الاطفال ديري ايا ماركة بغيتي غادي نحتاجوا كدلك زيت الاطفال جونسن ممكن ديري زيت الزيتون زيت الارغان زيت اللوز ايا زيت كي نسبك ومع القادة ديالفازلين وبنسبة اللي بغو ديالحمورية فالي غنسحكم بها البنات اما اكرا الفاسي اما اكرا باشرين سعين اما اتحرير الحمراء او الفلفل الحلو هادو كل هما البنات مزيان وعلى بركتي الله سنبدأ هادو خاشي البيض فاللوز باودر للأطفال جونسون سهل سهل ماهل نزيد ثاني زيت الأطفال سوف نأخذ الفلفل الأحمر سوف نضيف الحر الثاني 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 زيت النوم الموضع الثاني 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 نجمع الوصفة نضيف الوصفة نضيف الوصفه نضيف الوصفة نضيف بيضة 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 احسن اختيار من نسبة لي انايه هو تغسليها ولكن بزفت اللي بنات غيبوه فركوها فكتجي سهلة لانافاش شوفان فركيها حيدي بها جلد الايوزة ولجلد الدجاجة وغسلي بصحة و الراحة بل ما تحتاج يترتبه من بعد هادشي اللي كان وحتى لو بغيت يترتبه غنسحك بزي جونسون بيبي الاطفال هاد الغوزولة الموفر ويحشتك تحمق و تجنن في الجسم خصوصا لعراسة المقبلات على زواج ليدي ما يسولوني على جيلدوش و على زيوت فجيلدوش انا احسن واحد بالنسبة ليه هو جيلدوش الموف دياليوكس هاداك غزل لعراسة كي يحمق جميع الالوان الاخرى ما اعجبتنيش ولكن الموف كي يحمقني هاداك البنات ما يخطانيش و كذلك حتى هاد زيت جونس الموف تهوه غزل اي حاجة بموف كتجيز فينا فبس حاورة غزلاتي موين تنسونا تعافيكم اللي لايك اشتركوا في القناة فعلوا زل الجرس خلونا تعليقاتكم قصراحاتكم سبساراتكم شنو مولي سيجول و شنو مول موادة سبويني بقتاجي معاكم اي موضوعي سيجول تبوني شاركوا معاكم فانا راه الاشارة وبصحة و راحة ونطلقى معاكم ان شاء الله في فيديوهات مقبلة الى اللقاء و ما تنسوش انفو تجربوا الوصفة تقولنا كيف اجلتكم في التعليقات